من عنوين نشرتنا إلى تفاصيلها أهلا بكم رأس محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل الاجتماع الدوري للجنة التحضيرية لإعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية حيث تمت المصادقة على رفع مستويات الدوائر الخدمية وإحالة عدد من المشاريع الخاصة بالقانون وإعادة إعلان أخرى غير مستوفية للشروط وأوجه المحافظ للعمل المشترك مع المكتب الاستشاري لكلية الهندسة في جامعة سامراء واللجنة الهندسية الخاصة بالقانون لإعداد تصاميم تطوير الشوارع الداخلية للمدينة كما تفقد المحافظ عددا من المشاريع الخدمية موجها لدقة التنفيذ وسرعة الإنجاز لتقليل معاناة الأهل ترجمة نانسي قنقر